قد تكون الصورة خادعة فما نشاهد هم من يدخلون الأراضي الأوكرانية وليس من يغادرون هذه الأراضي التشكلت طوابير طويلة خارج محطة قطارات بشمل من عشرات الرجال والنساء وبعض من الأطفال والمسنين ينتظرون لساعات في البرد القارس ليس للاتجاه غربا إلى الدول الأوروبية بال العودة إلى أوكرانيا كما نشاهد بالصورة لمساعدة المواطنين الأوكرانيين ورغم تواصل رحلات العودة فإنها لا تمثل سوى جزء بسيط من سونامي اللجوء من أوكرانيا نحو الدول المجاورة يعني كثير صاروا يرجعوا على أوكرانيا لمساعدة المنكوبين هناك إن كان في شرق أوكرانيا أو في شمال أوكرانيا أو في جنوب البلاد وينتشر عشرات رجال الأمن والإطفاء والمسعفين وبعض الصحفيين على جانبي المعبر الذي نجاهد خلفي وطبعا فيما يتقدم هذه المساعدات من خيام وإسعاف أولي وملابس ساخنة والغذاء ويخرج أفواج من اللاجئين من الأبواب الحديدية الخضراء يعني في درجات حرارة تحت الصفر التقس بارد في هذه المنطقة شاهدنا سيدات يحملنا أطفالهن وحيوانات أليفة وجدات يسحبنا حقائب وأكياس بلاستيكية بالية يعني الوضع هنا طبعا في هذه المنطقة ميديكا يوجد معبرين الأول الذي نشاهد خلفي ويوجد معبر آخر في المنطقة يمين الشاشة وهم من يدخلون مشا على الأقدام إلى هذه المنطقة على كل حال إحنا صرنا ما أقل من ساعتين للتو وصلنا إلى هذه المنطقة ولذلك نقوم برص لمشاهدي الحدث ما يحدث على هذه النقاط وما هي آخر التطورات وكيف يتم يعني أنا تفاجأت بصراحة أن كثير كما نشاهد كما تفضلت قبل قليل اعتقدنا أن هذه السيارات تدخل إلى الأراضي صحيح لكن عودتهم إلى أوكرانيا ولكنها نعم ممكن نشاهد الصورة عودتهم إلى أكرانيا ويوجد الصليب الأحمر نعم الانتظار طويل نشاهد الطوابير يعني سيارات إن كانت أوكرانية وغيرها شاهدنا سيارات ألمانية قبل قليل وهم يمتلقون اتجاه في عمق الصورة اتجاه أوكرانيا ولكن يعني الانتظار والتفتيش كبيرين ضخمين في هذه المنطقة وتبعا خلف السورة يوجد قوات الأمن والجيش البولندي وللأسف لا نستطيع أن نصورهم ولكن يعني الجميع يأخذ ما يستطيع من حاجيات قد تساعد سكان المنطقة وسكان الأراضي الأوكرانية إن كانت قريبة من هنا أو في خركيف أو في مناطق أخرى ونعلم جيدا أثر هذه الحرب على الإنسان على البشرية على الأوكرانيين وكيفهم يعانون كثيرا يعني أحيانا أنا وصلت قبل يوم أمس من الأراضي الرومانية كان البرد قارس وتوقعت أن يكون أفضل من ذلك لهؤلاء اللاجئون ولكن البعض يعني الكثير منهم إذا أخذنا الكاميرا من هذه المنطقة ممكن نشوف كمان السوبر ماركت نعم السوبر ماركت هناك اللاجئون يصلون ويقومون بشحن هواتفهم أمام الحدود أو أمام هذا السوبر ماركت أو المتجر هنا على الحدود السلامة للجميع شكرا جزيلا من الحدود البولندية الأوكرانية ومفد الحدث الزميل ليث بزاري شكرا ليث شكرا 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 شكرا